السلام عليكم متتبعين وصفات اسماء اسماء غساب كانت منها تكونوا باخر والاخير وفي صحة جيدة اليوم ان شاء الله سنشارك معكم فطائر بدون لمس العجين بدون فرن رائع سهلة اقتصادية بعجين سحري مئة في المئة بحشو اقتصادي اقتصادي اعجبكم الفيديو اقوم معي حتى الاخير باش تعرفوا على مقادير وطريقة التحضير بالنسبة للمقادير غادي نحتاجنا كأسين مملوئين من الحليب نقدره انضاعفه الكمية على حسب عدد افراد الاسرة عندي هنا ميتين وخمسين جرام دي الفورس او الدقيق الابيض بصلة مشلدة فلفل احمر فلفل الخضر مقطع رقيقة قزبر والمعدنوس عندي الفروماج الاحمر او الموزاريلا هنا استعملت الموزاريلا عندي ملعقة صغيرة دي البابريكا او تحميرة تحميرة دي الحلوة او فورية ملعقة دي الابزار مرتديلة او كاشير مقدرون نديرو لدن في مي زيتون مقطع ملح ملعقة صغيرة سكر بطاطا مقطع او لا محكوكا بطاطا البيضة او الحمراء ماشي مشكل عندي بيضتين في الحجم الكبير وغادي ندوز مباشرة لطريقة ديال التحضير هنا راني غنضيف نصف كأس ديال زيت الزيتون اول مرحلة غنبدو بها غنناخدو ايناء غنوضعو فيه زيت الزيتون الزيت الزيتون قدرون نديرو تحتدي اللي زيت المائدة او اللي زيت الرومي نقدرون نديروه ولكن زيت الزيتون غيجي رائع في اربعة الكيسان ديال الحليب ونضعفوه حتى الكمية ديال البطاطق حتى تنساجم لنا هاد الموكونات جيدا وغنضيف هنا ملعقة صغيرة ديال السكر باش يتحمروا لنا هاد الفطائر هنا ملعقة صغيرة ديال ابزار قبصة ديال الملح نضيف هنا الخميرة ديال الخبز او الخميرة الفورية حينت هاد العاجين غادي يختامر وهنا عندي هاد حميرة او بابريكا فلفل احمر نخلط هاد الموكونات جيدا بهالطراب اليداوي حتى يدوب لنا هاد العطرية الدوب لنا في العاجين وتنساجم لنا هاد المكونات والخميرة الدوب غنضيف هنا الدقيق تدريجيا غنحاولوا الدقيق ما نضيفوش مرة واحدة غنضيفوه تدريجيا حتى نحصلو على واحد الخليط يكون سائل لكن ما يكونش خفيف غنستمر بالطراب فقط ونبقاك نخدم الخليط بالطراب حتى نحصل على واحد العاجين سائل ويكون متماسك وما تكونش شفيه هادوك الكوويرات او الحبيبات ديال الدقيق هذا هو الشكل ديال الخليط كيف هاشكال خصو يكون خصو تكون هادي الكتافة ديالو غنحاول هنا نجمعه من الجوانب باش نغطيه بالبلاستيك الغذائي او لا سولوفان غنغطيه جيدا وغنحتافض به في واحد المكان دافئ ونخليه يختامر جيدا هادو العاجين خصو يختامر مزيان في المرة الاولى باش نكملو التاتيما ديال الوصفة وهاد هو الشكل ديالو من بعد مضاعف الحجم ديالو كيف مما كتشوفو واطلق هادوك الفقاعات ان العاجين ناجح ومخدوه مزيان كينتافخ وكيتضاعف الحجم ديالو مرتين او ثلاثة ودابا غندوزو نضيف باقي المكونات المكونات اللي غنضيفو غنضيفو حد الملعقة ديال الخميرة الحلوى او نصف ساشي ديال الخميرة الحلويات او بيكن باودر ما نضفت ما قلتهش لكم في المقادير في الاول غنضيف هنا البصل البطاطس اللي محكوكا غنضيف هنا البصلة مقطعة رقيقة مكونات كلهم غنضيفهم بلما نشحرهم غنضيفو هنا الفلفلة الخضرة مقطعة رقيقة غنضيفو هاد المكونات كاملة مزيان قطعتهم رقاقين باش يطيبو لي اضغية اضفت هنا القصبر المعدنوس وغنضيف هنا قطع ديال الزيتون ممكن نشروه جاهز بهالطريقة او لا ممكن استعملو الأخضر ونقطعوه دوائر غنضيف هنا الفروماج هنا الحشو كيبقى اختياري نقدروا نضيفو الطون نقدروا نضيفو اي خضر بغيتوها هنا ضفت القطع ديال لانشو نقدروا نستغنو عليهم ممكن نضيفو حتى اديك المدخن او لداند فيمي كيجيوا الوان رائعة وكيجيوا متناسقين هاد الالوان كيعطيوا واحد اللون واحد طعم لهاد الفطائر كيجيوا ساهلين واقتصاديين قدروا نوجدهم في اخر لحظة هنخلطو جميع هاد المكونات بالمهل غنخلطوها كاملة بش تخلط لي الحشو مع العجين كيجي العجين ناجح وفطائر سهلة وبسيطة وهذا هو الشكل ديالها وغادي ندوزوا بش نطيبوها مباشرة بلا ما نخلوها تختامر هنا را النار غادي نديرها مهيلة نازال غادي ننقص النار وغادي نديرها مهيلة العافية وغادي ناخد واحد المقلات غير لاصيقة غادي ندهن هنا بنقطة ديال الزيت كيف ممكن تشوفو غادي نديرها مهيلة كيف ممكن تشوفو غادي نخليه على نار مهيلة كيف ممكن تشوفو غادي نخليه على نار مهيلة حتي طيبلية من التحت ويبدي نشوف الخالط من الفوق غادي نشوف انه الفاطيرة تحمرت من التحت جيدا وغادي نقلبها للجهة الثانية اللون ديالها كي يجي موحد وكي يجي زبين بهذاك الملعقة ديال السكر اللي درنا ليها وبالزيت اللي دهنناه في المقلات كي يجي شكال ديالها محمر كي يضغيه وكي يطيبه وغادي نحطهم هنا فوق واحد السيغبيات او الا واحد السربيتة غادي ننسرح الخالط مرة تانية بنفس الطريقة غادي نسرح تانية نحاول ندير مقادين هاد الفاطائر ياخدوا لي الشكل ديال المقلات وفي نفس الوقت نديروه مرقاق واحد شوية باش يطيب لينا الحشو كيف مما كتشوفو طابت من الجيهة السفلية ودهبا غادي نقلبها على الجيهة التانية اللون ديالهم كي يجي رائع ودهابي وغادي نستمر انا بنفس طريقة حتى نكمل الخالط كله اللي عندي كي يطيبو في ساعه بسهولة وما كيلتاسقوش لنا في المقلات كنقدروا نتحكمو فيهم بسهولة وهذا هو الشكل النهائي ديالهم من بعد ما كملت الكمية كاملة اللي عندي كي يجيوا على هاتشكل هذا كتشي فاطائر رائعة سهلة مبسطة اقتصادية والاهم انهم سراعين في التحضير بدون مجهود وبدون عجن كيف ما كتلاحظوا ان العجين راه ما ممسين اش بي ادينا كي يجيوا ساهلين قدروا نوجدهم في اخر اللحظة كنت مننا هاد الوصفة تنال اعجاب ديالكم وتجربوها وتجربوها مع العائلة ديالكم والوليدات ديالكم الى عجباتكم الوصفة ما تبخلوش علي بلي لايك تخليوا لي تعاليق مشجعة للمزيد من الوصفات والمزيد من الاقتراحات ان شاء الله وهذه هي النهاية ديال الوصفة ديالنا ديال اليوم بارتاجيوا الفيديو مع الاحباب والاصدقاء كنتمنتنا الاعجابية لكم هذه الوصفة الى وصفة قادمة ان شاء الله اشتركوا في القناة